ازاي نرسم المكعب المائل ونزل له? اول بنرسمه هو اقرب او خط للمجسم اللي جنبه او اللي تحت او ازا كان على هنا اقرب مجسم للمكعب المائل هو الاستوانة العليمين والمكعب الكبير. بعدها بنرسم اول خطين الخط اللي هو بيبقى امايل على الاستوانة والخط التاني اللي هو بيبقى موازي للحرف بتاع المكعب الكبير. بنرسم الخطوط الموازية ليهم كمان علشان يعني ايه نقرب المسافة اكتر ما بين الخطوط فنعرف نشتغل او نرسم صح من الاول. طبعا كده كده بنتلغبط فده شيء عادي ان احنا نرسم حاجة اسماها او بدون اي خطوط مساعدة او بدون مسطرة. تاني حاجة الكل الزاوية اللي احنا نرسمها هنا هي زاوية مائلة. فهي مش سهلة او ان احنا نزبطها من اول خط يعني. اه بعد كده بقيس المسافة بعيني مسلا بالتجريد كده اللي هو الزاوية التانية او اللي هو الخط التاني المقابل لده هيكون بعيد مسافة الدين كم سنطي او كم ملي او هكذا. اه بعد كده بمسح المسافة او بمسح الخطوط اللي انا عملتها اللي اعملهاش اي لازمة اللي انا بس كنت بقرب بها. بعد كده بنرسم كل خط موازي للخط التاني. الاول عملت الخط اللي هو البعيد ايو الخط ده. اه موازي للخط الاولاني اللي انا اصلا دي استعمله من شوية. بعدين الخط اللي هو الرأسي شوية اللي بمتوصل بينهم. ده الخط المقابلي او الموازلي. آآ بعد من خلاص كل الخطوط آآ برجع عدل تاني على الخطوط الاولينية. كل شوية بلاحظ ان في مسلا آآ ضلع مش مزبوط مسافة مش مزبوطة او مش مزبوط برجع عيد تاني. وكل خط بقى عادي ما اسموح ان هو يتمسح تاني لحد ما نزبط المكعب باكمله. كده كده آآ في اخر يعني بعد شوية من الفيديو. او انا لسه برسم في قبل التزليل. آآ في خط الخط اللي لسه عاملو مش هدوات هيتعدل تاني. لان الخطوط فعلا ترجع في الاخر او بعد ما خلص المكعب مش هيبقى مزبوط. زي ما قلت لكم انا بعدل عادي. فما حدش ياخد الموضوع ده مسلا على اساس ان هو يعني ان هو يسترس او يضغط على نفسه او من حاجة زي كده. لأ هو عادي ان احنا كل شو هنغلط. آآ لان المفروض النديات اصلا آآ حاجة زوايا مائلة وفيها زوايا حادة وزوايا من فرجة وفي اصلا زوايا موجودة هنا تسعين درجة وزوايا تانية بخمسة واربعين درجة المجسم كله او المكعب كله على بعضه مش مزبوط. فطبيعي نتعب شوية او يعني نفضل نعيد ونزيد ونمسح ونركب او نمسح ونعيد خضوط تاني ونرسمها لحد ما نزبوط. هنا في خط تاني همسحه هو الخط ايوة الخط ده بالزبط. انا كنت فاكره ان هو مزبوط لما رجعت عادي تاني للرسمة لقيته مش مزبوط فاشطى تمام عادي ممكن نعدل اي حاجة في اي وقت. لحد ما نستقر على شكل واحد او نستقر على مزبوط. يعني تبقى اقرب موجود للصور. احنا بنحاول نوصل. مش طبعا مش بنحاول نوصل للشكل بس بنحاول نوصل لاقرب شكل من الصور او اقرب من الصورة. دي فحم انا بعملها بالطريقة ديت اللي هو بفضل ارول الفحم زي بالطريقة ديت لعشان اقلل الخطوط. عشان اقلل حدة الخطوط لو انا دايس على الخطوط. اه بشكل تقيل او كده عشان اخففها لما يجي ازلل. بفضل اعمل بنفس الطريقة دي. وبعدين هبتدي بقى لم اه في المكان الغامق او في اماكن تزليل الغامقة. بنفس الطريقة اللي عملت بها الفيديو اللي فات او ظللت بها الفيديو اللي فات. وهو ان انا بحدد الاول المساحة اللي هشتغل بها في اللون اه باللون الغامق ده. وبعد كده ببتدي ازلل. وطبعا التزليل في المكعب بزاوية خمسة واربعين درجة زي الفيديو اللي فات بالزبط. اه هنا انا مش اه مش عملت اه اتجاه اضاءة من الاول بس لان اتجاه الاضاءة معروف او مش معروف يعني زي الفيديوهات اللي فاتت هيبقى الاضاءة من على الشمال يعني من ناحية الصورة كده هتبقى الاضاءة زي ما هي في الصورة بالزبط بس احنا ما بنزللش زي الصورة بالزبط لان في الصورة المكعب كل ابيض ابيض فمش واضح التزليل هل هو غامق او فاتح وفيه واجهين زي بعض واجه غامق جدا فمش بدي احسن تزليل او الكاميرا مش باخد احسن تزليل من آآ من المجسم نفسه. آآ بعد كده هنا دي بدرجة آآ بعمل بها المجسم او برسم بها المجسم او بظلل بها المجسم. آآ بدرجات آآ من اغمق لافتح يعني آآ اغمق درجة هو الجزء اللي بعيد شوية عن الضوء او ابعد جزء عن الضوء هو اللي ببقى اغمق حاجة. لحد ما نقرب لمكان الاضاءة فبنفتح كل ما بنعدي بالاضاءة. كده كده بعد ما بخلص الجزء ده هو باني رواخشن شوية في الكاميرا. بس آآ بعد ما بخلص المجسم كله على بعضه بجيب قلم آآ او اتش بي. آآ بدمج بي التزليل اللي انا لسه عامله. عشان يباني مدمج بشكل كويس. آآ مش يباني اني مسلا عملت درجة تقيلة وبعدين عملت درجة اخفف جدا فعشان المشكلة دي. آآ في الشكل ده او في الوجه ده عملت بقلم آآ آآ اللي هو السطح بتاعه علشان السطح هنا آآ متعرض لضاءة اكتر فبيبقى الظل فيه اقل شوية او ما بيبقاش فيه الظل كتير جدا يعني. بعدين بجيب قلم آآ علشان كل التزليل اللي انا عملته عشان يباني مدموج او ممسوح او يعني متسايح بشكل كويس. آآ بفضل اعيد بنفس الحكاية. آآ في الغلطة هنا لاحظتها آآ انك انه عايز محتاج شوية التزليل تاني بسبب الخطوط اللي عملناها في الاول فهي علمت في الورقة. فهنا تقريبا اتغابيت شوية عليها. آآ فبرجع اعدلها تاني بآلم غامق زي آلم تو بي او فور بي لانا كنت شغال به اصلا. هنا ده مش بيدي تأسير قوي يعني هو بيدي بس ان هو بيدمج التزليل مع بعض. بس هو ما بيزودش الدرجة. هو يبان ان هو بيتقل درجة شوية او بيزود درجة او بيتقل الدرجة شوية. بس هو لا ما بيعملش كده. هو بس بيدمج التزليل مع بعض. آآ وبعد كده بضيف آآ تزليل خفيف كده تحت عشان يبان الظل المكعب اللي هو المائل ده على المكعب الكبير. واخر حاجة آآ لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسابسكرايب للقناة وتبعاتوا الفيديو دوت آآ لزمانكم عشان يستفادوا زيكم بالزبط.